أنا الآن عندما يصيبني شيء من هذا الآلام يجب أن أفكر أول شيء أحبتي في الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كيف تتغلب على الأوجاع والآلام وتستبدلها بالفرح والسرور الحقيقة كل إنسان مننا يعاني من مشاكل يعاني من أمراض هكذا كتب الله على الكون على الكائنات لأن المرض أيها الأحبة يجب أن ننظر له أنه نعمة من الله إذا نظرت لهذا المرض على أنه شيء سيء دائما معنى ذلك أنك ستعاني وتعاني وتعاني وأكثر معاناة سيمر بها كل واحد مننا هي سكرات الموت سكرات الموت حقيقة أيها الأحبة الألم الذي يتعرض له الإنسان في هذه اللحظات سكرات الموت لا يمكن وصفه أبدا لدرجة أن الله تعالى قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لماذا سميت سكرة الموت لأن أعراضها تشبه أعراض السكر إنسان يغيب عن الوعي جفاف في الحلق اضطراب في الدورة الدموية اضطرابات في نظام عمل الجسم بشكل كامل طبعا لا يستطيع أحد أن يصف هذه السكرات إلا من عاشها ونحن لا نعلم أحدا عاش سكرات الموت ثم مات ثم عاد ليصف لنا ولكن من اسم هذه اللحظات التي يمضيها الإنسان سكرات الموت نستطيع أن نستنتج أن كمية الألم التي يتعرض لها الإنسان كمية كبيرة جدا ولكن كلنا سيمر في هذا الأمر لن يستطيع أحد أن ينجو فالآلام التي نتعرض لها أيها الأحبة الآن كل واحد لابد أن يمرض لابد أن يصيبه حادث أو مرض أو أي شيء المرض موجود أيها الأحبة فلا يوجد إنسان يستطيع أن يهرب منه فهذه الصورة مصغرة عن آلام الموت طيب إذا كانت هذه الآلام البسيطة لا تستطيع أن تتحملها ولا تستطيع أن تعالجها أو تنظر إليها على أنها شيء جيد أو إيجابي طيب كيف ماذا ستصنع لحظة الموت إذن أيها الأحبة كل واحد مننا يجب أن يفكر جيدا بهذا الأمر أول شيء يجب أن نتذكر كل يوم الموت وندعو الله أن يخفف عنا سكرات الموت لأنك ستمر بهذه اللحظات لا لم ينج منها أحد كل نفس ذائقة الموت كل نفس حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون فهذه حقيقة لماذا صدع بها القرآن لماذا خص آية ليخبر حبيبه ويخبر البشرية جميعا أنه ميت وأنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون لتبقى هذه الحقيقة ماثلة أمام عينيك في كل لحظة في كل لحظة يجب أن تتذكر حقيقة الموت سترتاح ستجد أن أي معاناة عانيها ستكون أقل من ألم الموت مهما كان المرض الذي أنت مصاب به الآن أو الذي أصبت به أو ستصاب به في المستقبل مهما كانت الآلام ستكون أقل من سكرات الموت بالطبع يعني أكيد طيب لماذا خلق الله المرض أيها الأحبة هل يعذبنا يعني عندما خلق الله الفيروسات وخلق البكتيريا الضارة وخلق وصمم جسد الإنسان بحيث أنه تصيبه آلاف من أنواع الأمراض لماذا أيها الأحبة هل هذا بالصدفة أم أنه بتقدير الله أول شيء يجب أن نعلم أنه لا مصادفة في خلق الله يعني الله تعالى قادر أن يخلق الإنسان من دون أمراض وانتهى الأمر القضية بسيطة جدا أحبتي في الله ولكن لماذا خلق الله المرض خلقه لحكمة عظيمة جدا ليهذب بها نفوسنا ويشعرنا بضعفنا لأن الإنسان نمرود الإنسان متكبر انظروا إلى إبليس عندما استكبر استكبر عن عبادة الله ربما إبليس لديه أمراض نحن لا نعلم ربما إبليس طبيعة إبليس النارية قادته للاستكبار ومن الذي يأمره الله مباشرة أمر من الله يعصيه ويستكبر ويصر على استكباره ويصر أنه سيغوي الناس جميعا لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين طيب أنا الآن عندما يصيبني شيء من هذا الألم يجب أن أفكر أول شيء أحبتي في الله لماذا خلق الله المرض لماذا اختار أن يصيبني به نحن يجب أن ندرك قبل ذلك أن كل ذرة من ذرات الكون لا تتحرك إلا بأمر الله فهذا المرض لا تظن أنه يعمل عشوائيا أو حسب نظرية التطور أو أن المصادفة هي التي تحرك هذا المرض أو الوباء لا كل شيء مقدر من الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني الآن هذه الشجرة تسقط منها ورقة نحن لا ننتبه لها وكل علماء الدنيا يقولون بسبب الرياح وحركة الرياح وأن هذه الورقة أصبحت صفراء وسقطت بفعل الرياح وبفعل المصادفات هذا الكلام غير صحيح غير صحيح على الإطلاق أيها الأحب هذه الورقة لها موعد سقوط ولها مسار محدد ولها حركة محددة مكتوبة عند الله قبل أن يخلق هذا الكون يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض هذه الذرة من الغبار جزيئة الغبار التي نراها في الهواء أو هذه الذرة من الرمل التي نراها على الأرض أو حتى تحت الأرض هذه لها بداية ونهاية ومصير ومسار وكل شيء مكتوب عند الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس كل ذرة بخار رطبة الله يعلمها ماذا قال إلا في كتاب مبين ما معنى في كتاب ما معنى أن سقوط هذه الورقة مكتوب عند الله طيب مرض إنسان غير مكتوب عند الله بالمنطق أيها الأحبة إذا كان سقوط ورقة لا قيمة لها وكل يوم هناك مليارات الأوراق تسقط على الأرض كل ورقة مسجلة عند الله مخزنة مكتوب مصيرها في كتاب مبين كل في كتاب مبين طيب إنسان يصيبه فيروس أو يصيبه مرض أو يصيبه التهاب معين هذا الأمر ليس مكتوبا عند الله مكتوب ومقدر ومبرمج طيب إذن مدام مكتوبا يجب أن نبحث عن الحكمة العلماء يقولون القضية عشوائية لذلك ليس لديهم حكمة ولا يفكرون بالحكمة من هذا الأمر عندما يمرض الإنسان يجب أن يتخلص من مرضه بأسرع وقت بالعلاج بكذا إما أن ينجح أو يفشل هو وحظه ولكن أنا أريد أن أخذك أخي الحبيب إلى وجهة نظر أخرى نريد أن نغير وجهة نظر أنت الآن مصاب بمرض قد يكون سرطان أسأل الله لكم ولنا العافية قد يكون التهابات معينة قد يكون وباء معين الأمراض كثيرة السكر الدم والضغط والكوليسترول وأمراض القلب وأمراض العمود الفقري وأمراض الجهاز الهضمي يعني ما شاء الله عشرات الآلاف من أنواع الأمراض طيب أنا عندما أصاب بهذا المرض يجب أن أعتقد أن هذا المرض مبرمج ومصمم أن يصيبني كلهم في كتاب مبين نحن سنسير على مبدأ الورقة التي تسقط سنقول هذه الورقة مكتوبة عند الله إذن حركة هذا الفيروس مكتوبة عند الله طيب عندما أصابني الله سبحانه وتعالى بهذا المرض وهنا آية عظيمة يجب أن نتذكرها وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَـَـْيَمْْ بِ leaving قد يؤدي إلى ضر أكبر منه أو قد يؤدي إلى خير عظيم يعني المرض سلاح ذو حدين أيها الأحبة هو ضر هو ألم لا يستطيع أن يقول الإنسان إن المرض هو فرح وسعادة وسرور لا المرض هو ضر نوع من أنواع الضر وسيدنا أيوب عليه السلام ماذا قال قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم فعندما يقول الله لي ولك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه ماذا يعني ذلك ماذا يعني أن الله رد الفعل لذاته سبحانه وتعالى لم يقل وإن يمسسك الشيطان بضر لم يقل وإن يمسسك تمسسك نفسك بضر قال وإن يمسسك الله الله فاعل بضر فلا كاشف له إلاه يريد أن يعطيك حقيقة واضحة أن كل شيء بأمر الله ولا ينتهي إلا بأمر الله لا يحدث إلا بأمر الله ولا ينتهي إلا بأمر الله يجب أن تعلم ذلك هذا المرض حدث بأمر الله ولن ينتهي إلا بأمر الله ولكن الإجراءات والأطباء والأدوية والسلوك والطرق التي تتبعها هذه كلها أسباب نحن نتحدث عن النتيجة النهائية إذا أراد الله أن يشفيك كتب لك الشفاء لا أحد يستطيع أن يمنع عنك هذا الشفاء مع للم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة ذهبية تداوى وعباد الله الإنسان يتداوى بما أتيح له لا يترك نفسه هكذا ولكن فترة العلاج فيها ألم فيها خسارة مادية فيها ضيق فيها أن يتخلى الناس عنك قد يتعطل عملك قد تتعطل حياتك يعني هذا الضر أصابك الذي يكشفه والله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله إذن عندما يكتب الله لي الشفاء والله لن يستطيع أحد أن يؤخره أو يمنعه أو يغيره مهما كانت نتجة ولكن أخي الحبيب الله عز وجل يهديك للشفاء إذا كتب لك الشفاء يهيئ لك أسباب الشفاء بينما شخص آخر لا يهتدي تجده يتخبط في مرضه سنوات ولا يهتدي وشخص آخر يهديه الله للعلاج الصعيف فيشفى إذن يجب أنا أن أغير نظرتي للمرض أن هذا المرض تم بأمر الله والدليل على ذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ما الدليل على أن الضر هو المرض قول سيدنا أيوب الذي أصابه المرض سنوات طويلة ولم يقل يا رب اشفني لم يقل يا رب أنا لماذا أصبتني لم يقل يا رب ماذا فعلت لتصيبني بهذا لا قال رب إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني يا رب أنت تعلم بحالي انظروا أيها الأحبة إلى الأدب والذوق مع الله استحى أن يطلب منه أن يعافيه أو يشفيه رب إني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين طيب ما هذا الأدب مع الله مع العالم أنه يقال إنه مر عليه سنوات من الأذى والمرض وتخلي الناس عنه وعانى كثيرا وصبر كثيرا طيب الله عز وجل هيأ له شفاءا وهو الماء البارد لحالته طبعا طيب هذا الإله العظيم أنا إذا دعوته وقلت يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين طيب هذا الإله أي عجز أن يجيب عبدا يناديه بإخلاص هل هذا الإله العظيم يعجز أن يرفع الضر عن عبد من عباده طيب ما هو هو مالك الملك هو مالك الملك هو كل شيء كلهم في كتاب مبين فإذا هنا أيها الأحبة يجب أن تغير نظرتك للمرض هذا رقم واحد رقم اثنان طيب لماذا أصابني الله بالمرض أنا إنسان طبعا لا أتحدث عن نفسي أنا أكثر ناس خطأا وجهلا وبعدا نسأل الله العافية يعني فلا تزكوا أنفسكم نحن يعني نأمل ونرجو أن نكون مثل حبيبنا عليه الصلاة والسلام وأن نكون من المخلصين ولكن حقيقة الذنوب وهموم العصر والنسيان وشهوات الدنيا كلها تأخذنا بعيدا عن طريق الله للأسف ولكن قد يقول قائل يعني يا رب أنا إنسان أصلي استجبت لني ذائك عندما قلت أقيم الصلاة أقمت الصلاة وآت الزكاء أنا أؤتي الزكاء الحمد لله عندما أمرتني أن أبتعد عن الفواحش ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الحمد لله أنا أبتعد عنها أمرتني بذكر الله يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا أنا أذكر الله أمرتني بالصيام أنا أصوم أمرتني يعني كل التعاليم التي أمرتني بها قيام الليل أقوم الليل قراءة القرآن أنا أقرأ وأستمع القرآن طيب ماذا بقي أنا أولاء أذي أحدا طيب لماذا أصابني هذا المرض هنا هذا السؤال الذي يجب أن تتروى وتفكر طويلا جدا ترجمة نانسي قنقر